تكلميني عن مالك بقى احنا تكلمنا عن زينة كلميني شوية عن النموذج اللي قدمتي من خلال مالك هو على فكرة مش خيال لا خالص ده لا هو واقع طبعا ده بيحصل واقع موجود فعلا موجود وبيجي بيبقى فهمك بتحسي ايه ده ده انا مش محتاجة ابرر خلاص انا مش محتاجة ابرر ده اللي قدامي فاهمني ده اللي قدامي عايز يسعدني يعني بيحاول ان هو يشوف يعني يريحني طبطب علي الحاجات اللي كل ست بتبقى محتاجاها في وقت معين فكل الحاجات دي قدر مالك انه يديها لزينة في الوقت اللي هي فعلا كانت محتاجاها فيه جميل جميل شايفة انه الست ازاي لازم تواجه كل التحديات من وجهة نظركوا لازم تواجه كل الصعوبات اللي بتوجهها في حياتها وفي مشورها وفي طريقها تقول لهم ايه تاني صحيحوا بايه لازم تكون اولا ما تبقاش مستنية يعني حد او انه يعني لازم هي يبقى نابع من جواها انا عايزة اقوم وقف على رجلي تاني مستناش حد يقومني لازم انا من جوايا ابقى عندي الرغبة دي صحيح بكون قوية نفسها مش دي حد بالظبط انت قوية نفسك في الاخر معلش محدش هينفعك لو انت وقعت ومحدش هيجي يساعدك لا انت لازم تساعدينفسك وللأسف لو انت وقعت ممكن لو عندك اطفال طبعا هيتحصروا هي دي مش كلا بتبقى فلازم انت من جواكي تحسي ان انت انت ستة قوية وانت كاملة من غير ما حد يجي يكملك بحقيقة فلازم كل ده يبقى يبقى نابع من جواكي صحيح حتى تبقي تحسي ان ساعتك انت برضو تقدري تسعدي نفسك ده انت ممكن بالحطة الشوكولاتة بالشوكولاتة الدارك تسعدي نفسك تتبتي وتغيري مزاجك وتغيري مودك حاجات بسيطة ده يعني ده معناه ان ممكن حاجات بسيطة جدا تسعد الست صح صح انا بشكرك على وجودك معنا بحقيقي على رواية وعلى اتقانك في انك تتكلمي عن الست وعن مشاكلها وعن تحدياتها وبعدين اتكلمتي بشكل ايجابي ادتيناها امل وادتيها مستقبل حلو وساعتيها وسانتيها كان امتهاش بس عن احزانها وعن مشاكلها وعن ضغوطاتها لانه محدش مننا ما بيمرش بالصعوبات بس الشطرة ان احنا هنعدي ازاي وهنعدي ولا لأ وهي دي مرسي يا دينا على وبيلك معنا مرسي قوي انا مرسي جدا